مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الثاني الدرس السادس أنوان الدرس مدارس مختلفة قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيج في فيسبوك ألستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول المتوسط نبدأ بالدرس يونت 2 لسن 6 اليونت الثاني الدرس السادس مدارس مختلفة اقرأ واجب على الأسئلة قبل ما أبدأ بقراءة هذه القطعة هذه القطعة قطعة مطلوبة بالامتحان التحريري يعني يطلب من عندي أني أقرأ القطعة أوضح مفرداتها وراها أحفظ هذه الأسئلة المتعلقة بالقطعة للحفظ تجينا بسؤال قطعة الكتاب فحاول تركز وياي وتعرف المعلومات المتعلقة بالقطعة علمون لما تقرأ الأسئلة مالتهم تعرف شون تجاوب عنها في البداية يقول لي في أحد المساءات كان ياسر يلعب بالمتنزة كان شهر ديسمبر حاول تركز وياي إذن الشهر اللي كانوا يتحدثون بي هو شهر ديسمبر اللي هو شهر الثناعش and it was windy وكان يوما عاصفا another boy was playing on skateboard فتى آخر كان يلعب على السكيتبورد اللي هي لو حتى زلج أو لو حتى زحلق هذا نسميه سكيتبورد he was playing alone كان يلعب وحيدا he was not from Iraq ولم يكن من العراب hello سادي عسر إذن أول شخص بدأ بالسلام هو من هو ياسر إيش قل له قل له hello مرحبا my name is ياسر أنا اسمي ياسر where are you from من أين أنت the other boy was from England هذا الولد الثاني كان من يا بلد من انجلترا and his name was Simon وكان اسمه سايمون إذن المحاورة بين ياسر اللي من العراب وسايمون اللي من انجلترا قل له my father works in basura سايمون يقول له أبي يعمل في البصرة he said قال I am on holiday here أنا في عطلة هنا ركزوا يا طلاب إحنا نعرف أنه شهر الثاني عشر وشهر دوام يعني من الأشهر اللي نداوم بها إحنا فهنا أنا ياسر يتعجب يقول له on holiday في عطلة don't you go to school ألا تذهب للمدرسة في هذه الأوقات إحنا اتفقنا أن القصة تحدث بشهر ديسمبر شهر الثاني عشر فلذلك سايمون من قل قل له إحنا بأطلة هنا أنا حاليا تعجب ياسر قال له شون بأطلة إحنا بشهر الثاني عشر yes said Simon قال سايمون نعم but we have holidays now الآن نحن في عطلة إحنا قدنا عطلة بهاية الفترة holidays in December قال له أطلة بشهر ديسمبر اللي هو شهر الثاني عشر said ياسر قال ياسر Simon وضح له there are three terms in school year in England طلاب ركز يا أيا هناك ثلاث فصول دراسية في إنجلترا يعني نحن بالعراق أدنا فصلين الفصل الأول وفصل الثاني بينات النصف السنة هم معدهم لا ثلاث فصول في إنجلترا the autumn term الفصل الخريفي the spring term الفصل الربيعي and the summer term الفصل الصيفي the students have two weeks holiday at the Christmas الأطلاب يحظون بعطلة أسبوعين أحفظوا إياي two weeks أسبوعان وين at the Christmas في الكريسمس في عياد رأس السنة and two weeks holiday in spring أو أسبوعين كذلك أطل وين شوكت بالسفرينج في الربيع they also have six weeks holiday in summer وكذلك ست أسابيع أطل وين في السمر في الصيف ست أسابيع يعني ما يقارب شهر ونص the school begins in September والمدرسة تبدو بياه شهر شهر سبتمبر اللي هو شهر التاسع and we have one week holiday at the middle of each term وكذلك أدنا أسبوع أطل one week أسبوع أطل at the middle في منتصف each term في منتصف كل فصل دراسي إذن هم وعدهم ثلاث فصول دراسية وعدهم هنا أنا أسبوع أطل وهنا أنا أسبوع أطل وهنا أنا أسبوع أطل إذن one week هنوب one week هنوب one week ثلاث أسابيع أطل بنهاية كل فصل دراسي أسبوع أطل إذن هو ذي يوضح لي يقول له one week's holiday in the middle of each term وأسبوع أطل في نهاية كل فصل دراسي that's called half term holiday اللي نسميه مثل ما نسميه أطل نصف السنة هما يسموه half term holiday أطل what about you ماذا عنك قال له we don't have terms قال له هنا ما عندنا نظام كورسات we have semester نظام فصول ياسر begin بدأ ياسر يوضح some of our holidays are the same every year بعض العطل ما لاتنا نفسها بكل سنة مثل شنو هذا نتبهو لها Iraq armed force day مثلا عيد الجيش العراقي for example but other holidays are different لكن بعض العطل مختلفة مثل شنو مثل عيد الفطر لماذا مختلفة لأن عيد الفطر يتبع السنة الهجرية والمدرسة تتبع السنة الميلادية فأكو فرق بين السنة الهجرية والميلادية وبعض الأحيان عيد الفطر يصادف في بداية السنة في وسط في نهاية السنة حسب السنة الدراسية for example على سلم مثال what's aided الفطر ask Simon قال الزين هذا شنو هذا عيد الفطر وإن شاء الله بدأ سيقالهم رح يوضح رح يوضح شنو عيد الفطر وشلون ياسر أخذ سايمون لبيته ويوضح له عيد الفطر الآن وضحنا القطعا وضحنا مفرداتها الآن نتعرف على الأسل المتعلقة بيها ونحاول نجاوبها what's season is it شنو الفصل اللي موجودين بي ما سألني عن الشهر سألني عن الفصل يا فصل يقصد الفصل المتعلق بالطقص أدنا أربع فصول فصل ربيع خريف شتاء صيف يا فصل اللي مصادف بي ياسر سايمون بشهر ديسمبر أكيد فصل الشتاء فأقول له وينتر who is Simon playing with مع من كان يلعب سايمون لاحظت ياسر أنه سايمون كان يلعب واحدة بالسكيتبورد فإذن أقول له أما أقول له nobody أو أقدر أقول له alone وحيدا who speaks first من الذي تحدث أولا ذكرنا أن ياسر هو اللي بده بالسلام فأقول له ياسر who is on holiday من اللي كان من أدهم بطلة من اللي كان بالأطلة عنده أطلة قلنا سايمون هو اللي كان فيه أطلة what are the three parts of the school year in England called ما الاسم الذي يطلق على الأجزاء الثلاثة في السنة الدراسية بإنجلترا قلنا أن السنة الدراسية بإنجلترا مقسمة إلى ثلاث أقسام هاي الثلاث أقسام شن اللي سميناهم سميناهم فصول دراسية أو كورسات how many half term holidays does Simon have in a year كم أطلة نصف سنة أو نصف نهاية كورس السنة الدراسية عند سايمون قلنا هناك ثلاث أطل كل أطلة أسبوع how many weeks holiday كم عدد أسابيع الأطل does Simon have every year اللي يحظى بها سايمون كل سنة نجي نحسبهن هاي اثنين وانه باثنين أربعة وستة عشرة 11 12 13 إذن 13 أسبوع أطلة يحظى بها سايمون في كل سنة دراسية هذه الأسئلة أعيده أكرر للحفظ لأن أسئلة متعلقة بقطعة مطلوبة بالامتحان التحريري فحاولوا تحفظون القطعة تحفظون مفرجاتها وتحفظون الأسئلة المتعلقة بها ننتقل إلى كتاب النشاط تمري رقم 200 يقولي انظر إلى كتاب الطالب مرة أخرى ما نوع الكلمات التي تبدأ بالحروف الكبيرة قبل ما أبدأ أشرح باقي التمرين لازم الآن نتعرف على بعض الملاحظات المتعلقة بالتنقيط سنقوم بشرح التنقيط أولا ثم نجيب على التمرين كونه متعلق بموضوع التنقيط طلاب أخذنا سابقا الموضوع التنقيط بالسادس التدائي والخامس التدائي والآن نجي نضيف عليه بعض الملاحظات المتعلقة بالأول المتوسط أولا نعرف أن أسماء العلم أسماء الأشخاص علي محمد مناسها يبدأ الحرف الأول منها كبير حرف الآي إذا جاء وحيدا يكتب كبيرا شنو يعني حرف الآي إذا جاء وحيدا يعني مثلا هسة هذه الان بها حرف آي هذا الآي وحيدا لا لكن شوفوا هذه هناك الآي جاء وحيدا ككلمة هذا لازم يكون كابتل حرف الآي إذا جاء وحيدا يجب أن يكون أو يكتب بالحرف الكبير أسماء الدول والمدن والعواصم والجنسيات الدول مثل شنو؟ إنجلند إراك إيجبت إلى آخره المدن مثلا بصرة كربلا نيودلهي إلى آخره العواصم مثلا لندن بغداد كذلك إلى آخره والجنسيات مثلا جابانيز، فرنش، إراكي إلى آخره هذا الأسماء الدول والمدن والعواصم والجنسيات يجب أن يكتب الحرف الأول منها كابتل كبيرا أسماء الأيام كم يوم عندنا؟ سبعة أيام سندي، موندي، تيوزدي، ونزدي، ثيرزدي، فرايدي والأشهر كم شهر عندنا؟ مع الشهر جانواري، فبرواري، مارش، إيفرل اللي حدناها بدروس سابقة هذا يجب أن يكتب الحرف الأول منها كبيرا أسماء المناسبات مثلا إذا لاحظتوا إراكي آمد فورس دي هنا أنا طلنا لياها إراكي آمد فورس دي عيد الجيش العراقي هذه اسم مناسبة يجب أن يكتب الحرف الأول من كل كلمة من عندها كبير بعد النقطة يكتب الحرف الأول كبير إذا صادفتني نقطة كمثال هنا أنا لقيت نقطة لازم الحرف اللي وراء يجب أن يبدأ بكابتل كابتل لتظهر حرف كبير بعد كلمتين يس ونوم وين ما ألقي يس أو نوع بالجملة يجب أن يكون الحرف الأول منها كبيرا هسا الآن بعد ما تعرفنا على شوكت نخلي الحرف الأول من الجملة كبير نجي نحل هذا المقطع النصي يقول لي أعد كتابة هذا المقطع النصي بالحروف الكبيرة للكلمات اللي تستحق مو كل الكلمات يعني مثلا بداية الجملة نحن نعرف أنه بأول حرف من الجملة يكتب كبيرا فأخلي الأم كابتل My parents My sister أمل أمل اسم شخص الحرف الأول من أدها كابتل And I حرف الآي جاء وحيدا أخلي كابتل I sometimes go to London لندن اسم عاصمة أخلي الحرف الأول منها كبيرا وهكذا In winter نقطة إذا نقطة بعد النقطة لازم حرف كابتل Leave Iraq إراك اسم دولة الحرف الأول من أدها كابتل December اسم شهر الحرف الأول كابتل And stay in England England اسم دولة الحرف الأول كابتل For five weeks نقطة بعد النقطة حرف كابتل We always come back for The Iraqi إراكي اسم جنسية أولا وثانيا اسم مناسبة Iraqi Armed Force Day هذا أني كلهم كابتل باعتبارها اسم مناسبة نقطة بعد النقطة لازم الحرف كابتل That in January جانواري اسم شهر من أشهر السنة فالحرف الأول كابتل كذلك T كابتل لعن بعد النقطة This year It was On Wednesday يوم من أيام الأسبوع كابتل So we had a long weekend ونزدي شفونا الونزدي W كابتل Thursday كابتل Friday كابتل كنين أيام الأسبوع هذين كلمات المفروض نسوي الحرف الأول من أدها كابتل فهذا الحلول أمامكم أنا جار خط جوا كل كلمة سوية الحرف من أدها كابتل هذا يفيدنا بموضوع التنقيط وإحنا شارحين سابقا الموضوع التنقيط وأضفنا عليه بعض الملاحظات الجديدة حاول تكتبوها بالدفتر لأنه ممكن يجيب لي أحد جمل هذا التمرين يطلبنا لدينا نقطة فأنقط الكلمات أو أضع الحرف الأول كبير من الكلمات اللي تضمن هذه الملاحظات إذا كانت يوم من أيام الأسبوع شهر من أشهر السنة دولة اسم شخص إلى آخر وضحناها بشكل مفصل حاول تكتبوها ملاحظات بالدفتر لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري أما أتضغي ضقم الثلاثة read and complete the paragraph about the school year in Iraq أقرأ وأكمل المقطع النصي عن السنة الدراسية في العراق فهنا نفس الطريقة يقول لي The school year in Iraq begins in السنة الدراسية في العراق عادة ما تبدأ بيا شهر في شهر سبتمبر كالعادة بشهر التاسع It is in two parts لكن هنا نحن نقسميها قسميا اللي هي فصلا دراسيا called شنسميهن Semesters Semesters الفصول الدراسية Between the semesters بين هذه الفصول الدراسية We have For weeks holiday أدنى كم أسبوع أطلع بين آثني عن نص السنة أسبوعان Two weeks holidays This holiday is usually in for us هذه الأطلع اللي هي أطلت نص السنة عادة ما تكون بيا شهر شهر جنواري الشهر الواحد We also have another three days عادة ما يكون كذلك عندنا أيام استراحة Some are the same بعضها متشابه اللي هي أيام الأطل المتشابهة مثل شنو مثل Iraq armed force day اللي هو عيد الجيش العراقي For example Others in different times بعضها مختلف يعني الأوقات ماتة مختلفة مثل شنو مثل عيد الفطر For example The longest holiday أطول عطلة is in the فراغ شو كد العطلة الصيفية في the summer في الصيف It is about فراغ weeks long تدوم حوالي فراغ من الأسابيع كم أسبوع تقريبا حوالي ثلاث شهر يعني كل year in Iraq begins in فراغ فأنت لازم تعرف أن السنة الدراسية في العراق تبدأ بيا شهر سبتمبر كلمة سبتمبر ينطينيها بعلى التمرين ويقول لي أسقط الكلمة بفراغ المناسب هذا ما يخص تمرين رقم 3 من الممكن يجينا على شكل إسقاطات أحد جمل هذا التمرين ننتقل إلى التمرين على رقم 4 write the words from the books under the correct headings شوف هنا أنا طلاب أنا منطيني holidays أطل months أشهر weather words كلمات الطقس seasons فصول how often كم مرة أو كم بالعادة شي طلب من عندي يقول لي ذني الكلمات اللي أنا منطيك إياها أريدك يسقطها بالفصول أو بالحقول المناسبة لكل كلمة يعني مثلا أدي always هذا من العطل لا من الأشهر لا من كلمات الطقس كذلك لا من الفصول كذلك لا من الhow often كم مرة نعم وضحنا سابقا أن كلمة always تستخدم للإجابة عن سؤال يبدأ به how often Iraq armed force day عيد الجيش العراق ونخلي بنحق العطل بقول armed force day عيد الجيش العراقي بعد autumn الخريف هذا من الفصول فأخليه حق للفصول وهكذا موضوع أو سؤال جدا بسيط وغير مهم بالمتحان التحريري الكريسمس من العطل أطلت رأس السنة كلاودي غائم هذا من كلمات الطقص عيد الفطر هذا من العطل عيد الفطر فبروري فبروري شهر من أشهر السنة هافتام نصف السنة من العطل وهكذا أتشوف الكلمة التي حفظتها سابقا بدروس سابقة سقطها بالحقل المناسب جنواري من الأشهر جولاي من الأشهر مارتش من الأشهر never من كلمات الhow often October من الأشهر often من الكلمات المتعلقة بهو often rain مطر من الكلمات المتعلقة بالطقص snow كذلك من الكلمات المتعلقة بالطقص معناها ثلج أو جليد sometimes من الكلمات المتعلقة بهو often spring الربيع من الكلمات المتعلقة بالفصول summer صيف كذلك من الفصول وهكذا sunny مشمس من الكلمات المتعلقة بالطقص usually من الكلمات المتعلقة بالhow often weekend نهاية الأسبوع ها من الكلمات المتعلقة بعطل عطل نهاية الأسبوع ويندي عاصف من الكلمات المتعلقة بالطقص والوينتر الشتاء من الكلمات المتعلقة بالفصول هذا ما يخص تمري لقم 4 مجرد نشاط صفي يقول لك أنت بداية اليونت علمتك الكلمات المتعلقة بالطقص الكلمات المتعلقة بالأشهر حفظتهم الآن أريدك تسقط لياهم بالفراغات المناسبة بالحقول المناسبة كلهم بما يناسب هذا النشاط غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي مجرد دربنا الكلمات التي أخذناها سابقا ننتقل إلى تمرير رقم 5 imagine you meet someone from another country تخيل أنك التقيت بشخص من بلد آخر write 5 questions to ask them اكتب 5 أسألة تشعل الهيام بالبداية أقول له what's your name أقول له where are you from من أين أنت كمثال أسألة سؤال آخر أقول له are you here in holiday كمثال هل أنت هنا في عطلة وهكذا what are you good at ما الذي أنت جيد فيه in school في المدرسة مثلا أسألة what is your favorite lesson شنو درسك المفضل إلى آخره مجموعة أسألة أسألة هي للشخص اللي أنا التقيت بي من غير بلد يقول لي حاول تتخيل نشد الأسل اللي راح تسألة هي كذا عليك هذا نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشافوي هذا ما يخلص درسنا لهذا اليوم أخذنا بي قطعة مهمة جدا بالامتحان التحريري اللي هي قطعة سايمون وياسر وأضحنا مفرداتها طرقنا ليس المتعلقة بيها حاولوا تحفظون هاي الأسألة لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري كذلك أخذنا ملاحظات مهمة عن التنقيض والتمرين المتعلق بي اللي من الممكن يجينا أحد جملة بالامتحان التحريري حاولوا تكتبون هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنهم مهمة جدا بالامتحان التحريري ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤالة وستلسارة وضعفة تحبون أن تقدموها تقدرون أن تتواصلوني على حسابات الموجودة منكم على الشاشة